اهلا بكم ومشاهدين الى نشرة اخبار الاقتصاد من الميادين الى العنوين تهاوي اسعار النفط يتواصل ولا مؤشرات على تعاف قريب في ظل فائد المعروض وترهل الاقتصاد العالمي في اخر خطاب لها عن حالة الاتحاد باراك اوباما يؤكد متانة الاقتصاد الامريكي ويصفه بالاقوى عالميا اتقانا الى بساطات معينة مثل الطاقة الشمسية او المبيع لمبات او ملابس او اي حاجة رغم الحرب المشاريع الصغيرة سلاح الشباب اليمني في وجه البطال اهلا بكم سجلت اسواق النفط العالمية تراجعات اضافية متجاوزة الحاجزة النفسي عند 30 دولارا للبرميل ولولا الانباء الامريكية عن تراجع المخزونات الاستراتيجية لا استمر التراجع اكثر ويبدو ان الاسواق تنتظر مزيدا من التراجع في ظل الطباط الصيني وتعويم الاسواق بفائد قياسي من المعروض النفطي حسن يوسف 30 دولارا للبرميل الواحد هو الحاجز النفسي لأسعار النفط الذي اخترقته الاسواق ليلة ثلاثاء قبل ان يرتد صعودا بفعل تراجع مخزونات امريكا الاستراتيجية بصورة تفوق المتوقع هبوط الاسعار يعود الى عمليات بيع كبيرة تخلى فيها المضاربون عن حيازاتهم بعد صدور مؤشرات صينية تفيد بمزيدا من التباطئ يهدد ثاني اكبر اقتصاد في العالم وهو المسؤول عن 30% من النمو العالمي للطلب على النفط لسنوات عديدة كانت الصين المحركة على المستوى العالمي لجميع السلع والامر نفسه ينطبق على النفط واذا كان هناك تهديد لتلك الزيادة المحتملة في الطلب العالمي على النفط ستكون من الصين وهذا يعني ان فائض المعروض في السوق سيبقى لفترة اطول من الزمن وبالتالي ستبقى الاسعار منخفضة واذا كانت الصين مصدر القلق الاكبر فان نمو الطلب العالمي ككل مرشح للانكماش والاسباب عديدة منها اصرار دول الخليج النفطية على مستويات الانتاج المرتفعة واجهاضها اي محاولة من اوبك لعقد اجتماع طارئ في ظل ترهل الاقتصاد العالمي ويبدو ان الطلب على النفط وحالة الاقتصاد مؤشران مترابطان يجمع بينهما الخطر المحتق هناك حساسية مفرطة تجاه وطيرة النمو العالمي وما اذا كان انهيار اسعار النفط يشير نوعا ما الى نظرة سلبية كبيرة تجاه قوة الاقتصاد العالمي اضافة الى الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب الصناعي النمو انتاج الغاز العالمي واتساع شبكة الانبيب العالمية لتغطية دول جديدة يؤديان دورا سالبا لنمو الطلب على النفط ولا سيما تلك الخطوط التي ستمتد من سيبيريا الروسية الى الصين واقاصي الشرق اسيا ما يحرم النفط اسواقا كبرى كانت وقفا على دول الخليج العربية امام هذا الواقع يبدو اتجاه اسعار النفط نزوليا ولا تلوح في الافق بارقة تشير الى ارتفاع كبير وهو ما يؤكده وزراء للنفط ومعنينا في قطاع الطاقة العالمي كشف بنكو باركلز البريطاني ان شركات النفط والغاز العالمية تعتزم خفض الانفاق على التنقيب والانتاج نحو 15% اذا راوحت اسعار النفط الخام بين 45 دولار و50 دولار للبرميل وافقا للتقرير الذي شمل 225 شركة نفط وغاز عالمية فان الانفاق على مشاريع التنقيب والانتاج سيخفض نحو 50% اذا استقرت العقود الاجلة عند 35 دولار للبرميل الواحد اعلن وزير البترول الباكستاني جام كامال خان ان بلده تجري مفاوضات مع قطر لاستراد نحو مليون ونصف مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 15 عاما واشار الوزير الباكستاني الى ان الاتفاق النهائي سيتم خلال شهر شباط فبراير المقبل حيث ستوضع اللمسات النهائية للصفقة خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني لقطر ويستخدم الغاز في توليد نحو نصف الانتاج الكهربائي في باكستان التي تنتج نحو 4 مليارات قدم مكعبة يوميا لكنها تحتاج الى 6 مليارات قدم مكعبة كل يوم جددت فنزولا دعوتها الى عقد اجتماع طارئ لمنظمة اوبك حيث دعا الرئيس نيكولاس مادورو الى وقف تدهور الاسعار على نحو سريع والتخلي عن سياسات تثبيت الانتاج التي ادت الى فائد كبير في المخزونات الامارات اثر التصريحات الفنزولية تحركت سريعا لاخماد اي حديث عن اجتماع طارئ محتمل لأوبك فيما رأى فنزولا ان استراتيجية السعودية ودول خليجية اخرى لدعم الحصة السوقية غير صائبة ويجب العمل من داخل اوبك وخارجها لخفض الانتاج وتحقيق التوازن في اسواق النفط امرت وزير النفط بالتفاوض مع الدول في اوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة لوقف حرب الاسعار وحماية سوق النفط وهو سيتحرك سريعا مع روسيا والسعودية وكافة الدول المنتجة للنفط لنعكس اصرارنا على انقاذ سوق النفط ورفع الاسعار يمكن لروسيا ان تضمن موازنة لا عز فيها في حال وصل سعر برميل النفط الى 82 دولارا بحسب وزير المالية الروسي انطان سلوانوف ووضعت روسيا ميزانيتها للعام الحالي على اساس سعر 50 دولارا للبرميل ولكن مزيج برينت خام بالقياس العالمي بلغ اليوم نحو 31 دولارا للبرميل علما ان عز موازنة العام الماضي بلغ اكثر من 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي بعد الزلازل التي تعرضت لها ولاية اوكلهوما الامريكية الاسبوع الماضي تعالت الاصوات المطالبة بتغيير القوانين التي تحكم عمليات التنقيب عن النفط والغاز لخفض الانشطة الزلزلية التي يعتقد علماء ان سببها صناعة الطاقة وربط خبراء بين شدة الزلازل في اوكلهوما وواترتها وعمليات التخلص من المياه المالحة التي تنتج من عمليات انتاج النفط والغاز وضخها في ابارة عميقة ووقع الاسبوع الماضي في شمالي غرب اوكلهوما زلزلان بلغت قوة احدهما 4.8 درجات عرض الرئيس الامريكي باراك اوباما انجزاته الاقتصادية في خطابه الاخير قبل انتهاء ولايته امام الكونغرس وقال ان اقتصاد بلاده هو الاقوى عالميا وان كل ما يحكى عن تراجعه مجرد خيال سابدأ من الاقتصاد الواقع ان الاقتصاد الاقوى في العالم وكل ما يحكى عن تراجع او ضعف في الاقتصاد الامريكي ليس سوى خيال اكثر من 14 مليون وظيفة جديدة استحدثت خلال العامين الماضيين الذين شهدوا اسرع واتيرة نمو لقطاع التوظيف منذ عام 1990 نسب البطالة انخفضت الى النصف واصناعتنا شهدت افضل عام لها المباحثات بين السعودية وامريكا مستمرة بشأن صفقة شراء سفن حربية بالرغم من رفض الرياض عرضا قدمته واشنطن في البداية بسبب الخلاف على السعر والاطار الزمني المقترح للتسليم وافقت الحكومة الامريكية على بيع ما يصل الى اربع سفن حربية للسعودية بقيمة تصل الى 4 مليارات و300 مليون دولار تضاف اليها اكلف التدريب والدعم اللوجستي المرافق ما يرفع من قيمتها الى 11 مليار و250 مليون دولار قال العراق في مذكرة لصندوق النقد الدولي انه يخطط لتمويل العز في ميزانه للمدفوعات بالسحب من احتياطياتها الاجنبية ما سيخفضها الى 43 مليار دولار العام الحالي من 59 مليار نهاية العام الماضي وتتوقع الحكومة العراقية ان يبلغ العز في ميزان المدفوعات 11 مليار دولار وهو ما يتوافق مع املاءات فرضها الصندوق على العراق مقابل تطبيق خطة اقراض ارتفع الفائد التجاري للصين 562 مليار دولار خلال العام الماضي برغم تراجع اجبالية حجم التجارة الخارجية بالنسبة 7% وارتفع الفائد التجاري 57% وجاءت بيانات التجارة الخارجية افضل من التوقعات وكان تراجع اداء التجارة الصينية دون التوقعات بكثير على الرغم من استمرار المخاوف بشأن اداء ثاني اكبر اقتصاد في العالم الصادرات تراجعت اقل من 2% الى 222 مليار دولار في وقت شهدت فيه الواردات تراجعا كبيرا وصل الى 14% الى 1600 مليار دولار وهذا يفسر دفاع الفائد التجاري 67% قال الرئيس الصيني تشي جينج بينغ ان الحملة التي بدأتها الصين على الفساد منذ ثلاث سنوات تحقق نتائج طيبة وان عزيمة الحزب الحاكم على مكافحة الفساد لن تضعف ومنذ وصوله الى سدة الرئاسة قبل ثلاث سنوات صدرت احكام بسجن عشرات المسؤولين ومن بينهم وزير الامن العام السابق تشو يونغ كانغ المحكوم عليه بالسجن المؤبد في اليمن يحاول الكثير من الشباب كسر واقع الحرب الذي فرض عليهم التخلي عن اعمالهم بالبحث عن مصادر رزق بديلة والبدء بمشاريع صغيرة احمد زبيبة اوقفت الحرب اغلب سبول الحياة في اليمن ولكنها لم توقف الشباب اليمني عن تحدي واقع الدمار والخراب الذي حل نتيجة القصف والحصار ها هو الشاب محمد يصنع من الامل الصغير حياة اخرى بعمل جديد لعله يكون مصدر رزق له ولعائلته بعد ان توقف عن الدراسة وتقطعت به السبل اكثر من خمسين في المئة من الشباب اليمني عاطلون من العمل وفق الاحصاءات الاخيرة مع تأثر الاقتصاد وخروج الكثير من اعمالهم ممن كان لديهم اعمال ولكن الوضع القائم لم يكن حجر عثرا على الكثير من الشباب اليمني الطموح فكسر واقع البطالة وصار البحث عن عمل بسيط لفتح ابواب الرزق جل ما يبحث عنه الشباب اليوم ساب الحرب هذا التقانع الى بساطات معينة مثل الطاقة الشمسية او النبيع لمبات او ملابس او اي حاجة استطاع ان يواقع هذا التحدي بالبعض منهم من توفرت له الظروف المناسبة انه استطاع ان يفعل المشاريع الصغيرة لكي يواقع هذا التحدي ويستطيع العيش المشاريع الصغيرة هذه لبعض الشباب اليمني لن تغير واقعا اخر تعيشه اليمن مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر لا سيما مع استمرار الحرب والحصار الصراع من اجل البقاء ولو بالقليل هذا هو الشاب اليمني فرغم الحرب والحصار يصنع من الموت حياه احمد محمد زبيب صنع الميادين اهتم الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة الميادين دوت نت للمزيد الى اللقاء اشتركوا في القناة